موسيقى عائشة يدين كان اسمها من قبل لورالي ولدها انجليزياني مسيحيان إلا أنها اعتنقت الإسلام منذ سنتين الإسلام لفت نظري وأردت التعمق فيه وتعرف إلى الناس والعادات ووضبت على دراسته كنت محاطة بهذا الدين من عدد معتنقية الإسلام في بريطانيا لكن باحثين في جامعة ويلز أجروا دراسة مقارنة مع معتنقيه في أوروبا ودققوا في نشاط المساجد ليخلصوا إلى أن معتنقية الإسلام في بريطانيا في ازدياد ويمكن أن تصل أعدادهم إلى 100 ألف في مسجد ريجينس بارك بلندن كل أسبوع يعتنق أشخاص الإسلام ومعظم هؤلاء من النساء من بين معتنقي الإسلام أقدر أنه يوجد ثلاث أو أربع نساء بين كل خمسة منهم بعد 11 سبتمبر أصبح الناس أكثر فضولا يريدون أن يعرفوا أكثر وهم يلجأون إلى الكتب أكثر من اعتمادهم على وسائل الإعلام الباحثين قاموا باستطلاع في بريطانيا واكتشفوا أن معظم النساء اللواتر تذين الحجاب وجهن بعذائية من أسارهن فعائشة ارتبطت أخيرا برجل بنجلاديشي في زواج أسيوي تقليدي وهي اليوم تعيش في كنفي أسرته لم يكن أهلي سعداء وكانت لديهم آراؤهم لماذا التغيير؟ لقد ولدت إنجليزية ومسيحية لماذا تريدين تغيير هويتك؟ لماذا تغطين شعرك؟ لماذا تلبسين بهذا التريق؟ لكنني فخورة بكوني مسلمة التقرير يشير إلى أن معظم معتنقية الإسلام يصنفون أنفسهم على أنهم بريطانيون ومسلمون ويرون أن العمل الخيري هو جسر التواصل بين المسلمين والمجموعات الأخرى آرمAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMYAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMPLια نعود حانات والعداء سلة